محمد من مصر يقول رأى رجل في المنام جدي لوالدتي وفي صورة طيبة من هيئة الشكل والملبس ونور الوجه طلب جدي من هذا رجل أن يبلغنا يعني نحن أهل بيتي أن نذبح ذبيحة بعد سؤال مفسر الأحلام اتضح أن المقصود بالذبيحة عجل أو بقرة وهذه الذبيحة ليست من أجله فهو في مكان طيبة لكن طلبها لتفادي ابتلاء أو مصيبة ستقع بأهل بيتي بمعنى أنه فدية لأحد من أهل بيتي السؤال هل يجوز ذبح هذه الذبيحة في عيد الأضحى المبارك وأجمع بين النيتين مثلا الأضحية والفدية التي أخبر بها جدي أم لا بد أن تكون منفصلة عن الأضحية محمد بارك الله فيك ورحم الله جدك وغفر الله له جعله في جنات النعيم أنت يا محمد سألت وافترت الجواب ثم تريد أن نفصل لك الجواب على ما افترت أنت لا غلط يا أخي الفاضل بارك الله فيك هذه الرؤية التي فسرها لكم أخطأ وهذا يظهر بأنه مرتزق متكسب ويريد من وراءكم شيء يريد عجل ولا يريد بقرة حتى يستفيد من ورائكم هذا كلام لا يجوز للإنسان أن يبني الأحكام على رؤية من الرؤى لميت من الأموات يطلب يقول اذبحوا لي عجل ولا اذبحوا لي بقرة لا يجوز لكم أن تنفذوا هذا الأمر الذي قال لكم فيه معبر الأحلام ذلك من يقول كذا وكذا هذا غير صحيح غير صحيح ولا يجوز أن والله نذبح لأجل أن نمنع مصيبة أو فتنة أو بلاء بناء على رؤية لا لا تنتبهون لهذا يا محمد بارك الله فيك بارك الله فيك لا يجوز ولا تلجأوا لمثل هذا وتنتبهون وتحذروا من هذا المعبر لأن بعض المعبرين جهال يظلون الناس نسأل الله العافية والسلامة يظلون الناس يعني تعبير الرؤى تعبير الرؤى أحد أخطر الوسائل التي يظلل بها الناس يظلل بها الناس ولذلك في أناس خرجوا على أهل الإسلام بالسيف بسبب رؤية في رجل يقال له سهل بن سلامة هذا رجل كان عابد صالح فجاء الناس يقول رأيناك فيك رؤية رأينا فيك الرؤية الفلانية رأيناك من أهل الجنة رأينا مقعدك في الجنة فاغتر بهذه الرؤى والعذب وخرج على الناس بالسيف بالسيف يسفك دماء المسلمين يسفك دماء المسلمين حتى أن الإمام أحمد رحمة الله عليه لما قيل له رأيناك كذا وكذا أنكر هذا وقال الله أكبر أو شيء كلمة نحو وذكر قصة سهل بن سلامة كيف أنه خرج يسفك دماء المسلمين لأنه اغتر وعجب في نفسه بسبب رؤية فأنا قصدي تنتبهون تنتبهون ليس كل أحد يعبر الرؤية يقول إمام مالك أب النبوة يلعب أب النبوة يلعب فتنتبهون لهذا بارك الله فيكم هذا الذي فسر لكم هذا الرؤية أخطأ ولا يجوز ولا تبنى الأحكام أصلا العملية على الرؤية يعني الآن جدك لو رأاه واحد في يوم ثاني قال والله سووا كذا تعملون أيضا تعملون الشيقة الفلانية لا ما يجوز ولذلك أن تسأل العلماء العلماء الذين لهم خبرة في تعبير الرؤاء ما تسأل ما تسأل أي إنسان